سعادة الأمير العام أنطونيو كوتاريس الحضور الكريم نجتمع اليوم لنستطيع أهالي غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي وأنا آت إليكم اليوم من وطن يعاني ارتدادات هذه الحرب على أرضه قتلاً وتهجيراً وتدميراً إن نهج التدمير الذي تتبعه إسرائيل لا سابق له في التاريخ ونختبره يومياً في لبنان على أرض جنوبنا الغالي التي ارتوت بدماء الشهداء والجرحى وباتت أرضاً محروقة بحنم الإجرار في اتداداً للمخطط التدميري في غزة واستكمالاً له من هذا المنبر نناشى الدول العالمة تدخل بكل قوة لوقف ما يحصل بعد 75 عاماً من تجاهل حقوق الفلسطينيين على أمل أن يكون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الذي صدر بالأمس والذي نرحب به باسم الدولة اللبنانية الخطوة الأولى ولو متواضعة نحو الاستقرار من أجل الوصول إلى السلام المرتجى بنائل الفلسطينيين حقهم في دولتهم المستقلة وكل ما على ذلك من مشاريع لن يكتب لها النجاح ولا يمكن فرضها بقوة الواقع أو واقع القوة أيها السادة إن لبنان تعود أن يستشعر الوجع العربي وأن يحمل قضايا العرب لأنهم أهله وأسرته ودفع أسماناً باهزة باهزة في أرواح أهله وبناه التحتية وهو مستعد اليوم لإغاثة محابي غزة خاصة الأطفال في مستشفياته ومؤذرتهم تعبيراً عن تضامنه معهم إضافة إلى المساعدة في تجهيز كوادر طبية وتأهيلها للتعويض عن قتل إسرائيل لمئات العاملين في الكضاء الصحي كما أننا مستعدون للتعاون مع السلطة الفلسطينية لإنجاز الترتيبات الإدارية اللازمة لتسهيل عبور الجرحة لمعالجاتهم ومن ثم عودتهم معافينة سريعاً إلى بلادهم ولكم أيها الأحبة أن تتخيلوا حجم الأضرار الخاصلة في لبنان نتيجة العدوان المستمر منذ السامة من تشرين الأول فائد فالأضرار الهائلة أصابت المرافق التعليمية والمشآت الصحية والتنموية والزراعية والثروة الحيوانية والزراعية جنوبنا وأهله أيها السادة في نكبة حقيقية لا وصف لها والعدوان المستمر يمعن في القتل والتدمير والحرق الممنهج محولاً جنوب لبنان أرضاً قاحلة ومحروقة ولذلك فأنا أعرض عليكم هذا الأمر لتكونوا كما كنتم دائماً بلدكم الثاني لبنان وكل نثقة في أنكم لا تقصرون في ذلك من مد يد العون والمساعدة وإصلاح الأضرار ومساعدة للناس ودعمهم في إعادة الإعمار والثبات لأن لبنان الرمز سيبقى بلداً مهماً لكم مهما عصبت الأزمات شكراً لكم